احنا دلوقتي بنتكلم عن الشباب والشباب خلينا نقول انه يعني ندي حق للدولة بانه فيه انصاف بدأ فيه عين للشباب فيه مؤتمرات للشباب فيه اهتمام للشباب قيادة السياسية مهتمة جدا بالشباب طول الوقت بنشوف سيد الرئيس داعم جدا للشباب بشكل كبير قوي لكن كمان الشباب بحندهم طمع بلدهم عايزين يبنوها ايه الخطوات اللي حنشوفها في ملف الحوار الوطني؟ الجديد بشكرك طبعا حيك في البداية واضحتي ان فيه خطوات مهمة جدا الدولة اتخذتها بخصوص ملف الشباب من مؤتمرات الشباب منتدى الشباب العالم لأكدامية الوطنية للتدريب تنسيقية شباب الأعزاب والسياسين لما نزلنا كلمنا مع الشباب في المدارس وفي الجماعات وعلى الأهاوي وفي الكرة وفي النجوع نعايزه لو حيك من شهر 9 اللي فات لحد من 3 ايام احنا ما زلنا بنلف عشان خاطر نقول للناس انتم محتاجين ايه من لجنة الشباب داخل الحوار الوطني؟ لما كنا بنقول لهم ان فيه خطوات مهمة اتخذت الدولة اخذتها كانوا دايما يقولوا لنا يعني احنا لو قلنا صوتنا هيتسمع لو قلنا طلباتنا متاعتنا هتتنفذ فانهم بالتأكيد اوه عشان احنا كنا برضو زي حضراتكم كنا بنطالب الدولة ان يبقى فيه كيان سياسي محترم يخدم اكبر عدد ممكن من الشباب وده خاصة من قبل التنسيقية شباب العزاب والسياسيين كيان يدرب اكبر عدد ممكن من الشباب حاصة من الاكديمية الوطنية للتدريب فالمقصود ان احنا زي ما حك قلت الشباب محتاجة اكتر واكتر طب ايه من اللي محتاجينه لو احنا عايزين نبنى الكيادات الشبابية للدولة المصرية تخدم المجال السياسي او المجال المجتمعي لازم نهتم بملف اتحادات الطلبة والانشطة الطلبية وده بيتم منقشته داخل لجنة الشباب بالحوار الوطني سمعنا افكار محترمة جدا يعني خليني اقول انه مثلا عنوان بانه ملف الشباب في الحوار الوطني ربما يعود قوة اتحاد الطلبة هو مش ربما هو هيعود هيعود طبعا تمام فيش فيها كلام ليه عشان الطموحات والافكار اللي اسمعناها عايز اقول لحاك لازم تتنفذ العودة الوطنية عارف ليه اقول لحضرتك لانه الجيل اللي موجود ده بيشوف اتحاد الطلبة في السينما صح في الافلام صح فانا عايز ايشوفها في الجامعة صح هي متنفذة جزء بسيط جدا احنا شفنا قيادات شبابية على مستوى الجامعات مصر فيهم حاجات ما شاء الله ربنا يوفقهم في الفترة القادمة بس كان ليهم مطالب يعني اول مطلب بيقولوا احنا محتاجين تبقى انتخابات حقيقية فعلية في السحادة طبعا الناس كل واحد يقدم برنامج انتخابي والشباب كلها تروح تنتخي المجموعة المحترمة اللي نزد ببرنامج انتخابي يفيد الشباب بس عشان نوصل للمرحلة دي احنا عايزين نرجع للمرحلة قبلها فكرة اللي منوجودة في الليحة الجامعات لالفين وتسعة عشر الليحة عندنا لو حاك قريتي السبع لجان اللي مفروض بيخدموا الجامعات مصر والشباب مصر عمرنا معنا عرف مطالع قيادة شبابية لو السبع لجان فضلت زي ما هي والليحة فضلت زي ما هي اشتركوا في القناة